انا سامح جابر جامعة فلسطينية التقنية خضوري فريع رام الله اليوم موضوعنا Strategic Management الادارة الاستراتيجية Chapter 4 من مادة management 2 La Bacallorius الادارة التقنية Strategic Management الادارة الاستراتيجية الادارة الاستراتيجية شو يعني الادارة الاستراتيجية الادارة الاستراتيجية يعني زي ما نقول إدارة الأزمات Crisis Management أو إدارة الصراعات Conflict Management الإدارة الاستراتيجية الإدارة الاستراتيجية يعني تعنى بكيفية إدارة الاستراتيجيات في داخل المنشأة أو المنظمة تعنى بكيفية إدارة الاستراتيجيات في داخل المنشأة أو المنظمة What managers do to develop an organization's strategies كل ما يقوم به المدراء لتطوير استراتيجيات المنظمة كل ما إلو علاقة بإدارة الاستراتيجيات الاستراتيجية شو يعني طيب استراتيجية هالاستراتيجية هي الهدف الاستراتيجية بكل بساطة خلينا نشوف هذا الشكل خلينا نقول هون هذا هو الهدف الضو هو الهدف الاستراتيجية هي الطريق الموصل إلى الهدف إذن الاستراتيجية هي الطريق الموصل إلى الهدف إحنا منعرف في التخطيط أنه أول شي بدك تحدد الهدف بعدين تطقيم وين أنت موجود بعدين تحدد شو الطريق اللي بتوصلك للهدف الطريق اللي بتوصني للهدف هي الاستراتيجية إذن أنا الانسر تعارف شو الفرق بين كلمة استراتيجية وبين كلمة هاش هدف إذن الاستراتيجية هي الوي هي الرود Carrie هي المثد هي المين يعني هي الطريق هي الواسطة اللي بتوصني للهدف الستراتيجيات كل القرارات والأفعال التي تحدد التي تحدد أداء المنظمة على المدى الطويل أولاً الإدارة الاستراتيجية تأثر بشكل كبير على أداء المنظمة الـ تجعل الأداء ترفع من الأداء التنظيمي في كل المجالات في المالية في التسويق في الانتاج في العمليات يتطلب القيام بالإدارة الاستراتيجية من المدراء اختبار ما يحصل من تغييرات في البيئة المحيطة وتبنيها إذن يتطلب من المدراء فحص التغيرات التي تحصل في بيئة الأعمال وتبني هذه التغيرات تلاتة هي بتزيد من التنسيق ما بين الوحدات وحدات المنظمة المختلفة أقسام المنظمة فروع المنظمة helping them focus on organization goals إذن هي بتساعدهم على التركيز على الهدف التنظيمي الأساسي للمؤسسة أوكي خلينا نشوف the strategic management process عملية الإدارة الاستراتيجية إذن هي process هي إيه؟ process عملية معناته فيها مراحل وخطوات أول مرحلة من مراحل الإدارة الاستراتيجية identify the organization's current mission goals and strategies إنك بدك تحدد شو المشن تاعت المؤسسة المشن يعني رسالة المؤسسة أهدافها الكبيرة وتصور للإستراتيجيات هون تصور عام لسه للإستراتيجيات مش تحديد دخير إذن الخطوة الأولى تحدد المشن والجوال تحدد المشن والجوال الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية اللي هي بنسميها إحنا الـ SWOT Analysis SWOT Analysis اللي هو تحليل الـ SWOT بيكون فيه إله خطوتين الخطوة الأولى External Analysis التحليل الخارجي التحليل البيئة الخارجية المحيطة عشان نعرف وين فيه Opportunities Opportunities فرص وثريتز وتهديدات بعدها بنجعل Internal Analysis Internal Analysis التقييم أو التحليل الداخلي عشان نوصل لنقاط الكوة Strengths و Weaknesses ونقاط الضعف في الأداء المؤسسة في داخل المؤسسة بننتقل بعدها للمرحلة الثالثة اللي هي Formulate Strategies صياغة وتشكيل الاستراتيجيات بشكل محدد ودقيق ومن ثم Implement Strategies تنفيذ الاستراتيجيات وأخيرا Evaluate Results تقييم النتائج التي حصلنا عليها من تنفيذنا للاستراتيجيات أوكي الآن Strategic Management Process عملية التخطيط الاستراتيجي Step 1 Identifying the organization's current mission تحديد رسالة المؤسسة وأهدافها تحديد رسالة المؤسسة وأهدافها شو يعني المission؟ المission A statement of the purpose of an organization هي صياغة لا الهدف العام الغرض من وجود المؤسسة سبب وجود المؤسسة إذن هي اللي بتحددنا يعني Who are you? What do you do? من أنت وماذا تعمل؟ هذا بيكون موجود في الرسالة شو رسالة هاي المؤسسة في المجتمع والسوق The scope of its products and services نطاق الكخدمات والمنتجات اللي بتقدمها المؤسسة The goals The foundation for further planning هي تستخدم كأساس للتخطيط المستقبلي تستخدم كأساس للتخطيط المستقبلي Majorable performance targets أهداف للأداء قابل للقياس أهداف للأداء قابل للقياس إذن المission إش كبير وعام المission ما له إش كبير وعام أوكي إذن المission المission statement اللي هي رسالة المؤسسة لازم تحتوي على تسع مكونات شو هنه؟ components of mission statement أول شي لازم تحدد الـ customers أنمهم الزباين تابعونك الماركتز في أي منطقة جغرافية أنت بتشتغل concern for survival growth and profitability لازم تحدد فيها اهتمامك بالنمو في البقاء والنمو والربحية بعدين الفلوسوفي تحدد فلسفة المؤسسة اللي فيها إيش يعني القيم والمعتقدات الأخلاقية تاعت المؤسسة concern for public image اهتمامك في المجتمع كيف أنت بدك تسهم فيه الاهتمام في المجتمع والمسؤولية المجتمعية لازم يظهر هذا في رسالتك product or services السلع والخدمات اللي أنت بدك تقدمها technology قديش اهتمامك واستخدامك للتكنولوجيا اهتمامك واستخدامك لشو للتكنولوجيا self-concept المفهوم الذاتي يعني كيف أنت بتتميز عن غيرك هذا لازم يظهر في الرسالة mission concern for employees اهتمامك في الموظفين وتعتبرهم valuable assets أنهم قيمة هم أصل ذا قيمة هاي المكونات التسعة لازم تحددها في رسالتك لازم تحددها في رسالتك الخطوة اللي بعدها اللي هو step two doing an external analysis القيام بالتحليل الخارجي تحليل الخارجي يعني احنا بنعرف خارج المنظمة في البيئة الخارجية the environmental scanning مسح للبيئة of specific and general للبيئة المحددة والبيئة العامة احنا بنعرف انه specific environment هي البيئة الملاسقة للمؤسسة اللي بكون فيها customers suppliers competitors وغيره اما البيئة الجنرال اللي فيها القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية وغيرها من هاي هذا الدرستان في chapter one focus on identifying opportunities and threats في النهاية احنا بنركز زيما بندرس البيئة الخارجية وين فيه فرص وين فيه تهديدات طبعا الفرص والتهديدات هي اشياء non controllable لا يمكن التحكم فيها ولكن انا لازم اعرف وين الفرص عشان استغلها وين التهديدات عشان احاول اتجنبها اوكي الخطوة رقم ثلاثة doing and internal analysis القيام بالتحليل الداخلي خلينا نصلي على الرسول اللهم صلي على محمد القيام بالتحليل الداخلي التحليل الداخلي assessing organization resources هو تقييم لموارد المؤسسة capabilities امكاناتها activities انشطاتها لا ايش عشان احدد وين فيه strength شو عندي نقاط قوة وين فيه weaknesses وين فيه strength في المؤسسة نقاط قوة وين فيه نقاط ضعف نقاط القوة create value for the customers هي تخلق اشياء ذات قيمة للزباين and strengthen the competitive position وبتعزز من موقعنا التنافسة ونقاط الضعف place the firm at a competitive disadvantage بتحط المؤسسة في موقع ضعف في موقع معيب اوكي analyzing financial and physical assets is fairly easy طبعا تقييم المواد تقييم الاصول المادية الملموسة والاصول المالية هذا سهل ولكن assessing intangible assets ولكن تقييم الاصول غير الملموسة المعنوية زي مهارات الموظفين employee skills cultural ثقافي corporate reputation سمعة المؤسسة هذا اشي not easy اشي اصعب احنا بنسوي تقييم لكل هاي الاشياء سواء tangible or intangible عشان نعرف وين نقاط القوة strength وين نقاط الضعف weaknesses نقاط القوة لازم استفيد منها واوجيها نحو الفرص نقاط الضعف لازم احاول اعززها واعالجها اوكي step 2 and 3 شو هين نقاط الضعف step 2 كانت doing and external analysis التحليل الخارجي وstep 3 اللي هو internal analysis يعني التحليل الخارجي والتحليل الداخلي ما لهن combined are called SWOT والضعف والفرص والتهديدات اوكي الان احنا step 4 step 4 formulating strategies تشكيل وصياغة الاستراتيجيات بشكل دقيق اي استراتيجيات اللي بتوصلني للمشن والجولز اللي حددتها في الخطوة الاولى الاستراتيجيات الطرق الويز الروز المينز اللي بتوصلني لالجولز بعدين الجولز بتوصلني للمشن تحت المؤسسة اوكي develop and evaluate strategic alternatives اول شي تطوير الاستراتيجيات يعني اقتراح استراتيجيات ومن ثم تقييمها واختيار الاستراتيجيات المناسبة للمؤسسة اوكي select appropriate strategies اختيار الاستراتيجيات ما لها المناسبة for all levels in the organization لكل المستويات في المنظمة سواء على المستوى الادارة العليا على مستوى الفروع على مستوى الاقسام that provide relative advantages over competitors الاستراتيجيات اللي بتعطينا ميزات ده تفوق فيها على مين على المنافسين اوكي match organizational strengths to environmental opportunities احنا بنحاول نوجه نقاط القوة تاعت المؤسسة نحو الفرص correct weaknesses معالجة نقاط الضعف and guard against the streets اللي محاولة التجنب لتحمينا من شو من التهديدات تمام الان step 5 implementing strategies اذا احنا سوينا formulating strategies صغنا الاستراتيجيات بعدين هلأ تطبيق الاستراتيجيات تطبيق الاستراتيجيات implementation يعني البيئة مع الفرص والتهديدات مع الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف يعني انا في التطبيق لازم اسوي مواعمة ومطابقة لهيكل المؤسسة لهيكل التنظيمي تاع المؤسسة والانشطة تحت المؤسسة والانظمة تاعتilt التوافق مع الفرص والتهديدات ونقاط القوة وضعف okay طبعاً البيئة تملي علينا شو الاستراتيجية اللي لازم نختارها بتأثر لأنه في تحليل الاستراتيجي أنت دايماً بتطلع وعلى المدى الطويل يعني خارج المؤسسة وعلى المدى الطويل إذن التطبيق الفاعل للاستراتيجيات يتطلب إيش منها مواعمة ما بين هيكل التنظيمي ما بين الهيكل التنظيمي واحتياجاته يعني رايح يصير عنا تغييرات طبعاً لأنه عشان أنا أقدر أطبق الاستراتيجية مرة أنا بحاجة لتغيير في الهيكل التنظيمي تمام step 6 وآخر خطوة evaluating results اللي هي تقييم النتائج تقييم النتائج اللي حصلنا عليها How effective have strategies been مدى فاعلية الاستراتيجيات إحنا حطينا الاستراتيجيات عشان نوصل للأهداف هلو وصلنا للأهداف بأي درجة حققنا الأهداف الفاعلية مرتبطة بتحقيق الأهداف وهنا بنعرف إحنا قديش درجة فاعلية استراتيجياتنا أوكي خطوة الأخيرة what adjustments if any are necessary شو التعديدلات إذا كان في حاجة إلها يعني إذا الاستراتيجيات ما وصلتنا للأهداف فأنا بحاجة لتعديل الاستراتيجيات شكراً لكم مبارك الله شكراً لكم